يشكل عيد الاتحاد الواحد وخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة لحظة التواصل بين الوطن وكل من يعتبر الإمارات وطنا له للاحتفال بالوحدة الوطنية والوحدة المجتمعية أيضا بيأخذنا الحفل في رحلة بصرية مبهرة صلت الضوء على قصص أجيال من الرواد الملهمين اللي قدموا مساهمات كبيرة في سبعة مجالات رئيسية وهي الزراعة والبيئة والفضاء والعلوم البحرية ووسائل النقل والطاقة الشمسية والتعليم وتهدف هذه القصص لإلهام جيل الغد وتعزيز الهوية الوطنية بإذن الله إذن كلنا ترقب لهذا الحفل المبهر بإذن الله في يوم عظيم ويوم مبهر وفي يوم تاريخي من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة كيف سيتمكن الجماهير غدا من متابعة مواطني الدولة والمقيمين وأيضا من مختلف دول العالم متابعة هذا الحفل أو مشاهدته الجمهور يقدر يشاهد العرض في الثاني من ديسمبر اللي هو غدا إن شاء الله مباشرة على الموقع الرسمي UAE National Day.ae وعلى جميع القنوات التلفزيونية المحلية وبالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي على فيسبوك، تويتر، وإنستغرام، ويوتيوب باسم Official National Day بإذن الله حابين أتعرف أكثر عن لجنة تنظيم الاحتفالات بعيد الاتحاد يعني آلية عمل هذه اللجنة، دور هذه اللجنة بشكل عام يقود التحضيرات العرض الرسمي لهذا العام الفريق المبدع والمتنوع اللي أشرف على العروض الاحتفالية الاستثنائية في العام الماضي في اليوبيل الذهبي للإمارات ويضم الفريق أكثر من 6900 شخص من أكثر من أمية جنسية بما في ذلك كبار المهندسين والمبدعين والفنيين من جميع أنحاء العالم